مرحبا بكل المتابعين من قناة كوك تيفي على اليوتيوب أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد اليوم الفارحة ستكون أصدقائي الحلوين ستكون فقرة the peak of the day يعني سنأخذ مجموعة من الصور يلي عملها ضجة كثير كبيرة وفيها أخبار كثير كثير مهمة لأهم من اليوتيوبرز على اليوتيوب وكل اليوتيوبرز الموجودين على اليوتيوب فأول صورة كانت في نارين بيوتي اللي أعلمت فيها عن وصولها للسعودية اللي راح تحضر فيه موسم الرياض وهي تحديداً موجودة حالياً بالرياض لحتى تحضر عروض موسم الرياض أو موسم الرياض فشاركت هذه صورة مع متابعينها للإعلان أنها وصلت للسعودية بألف خير والسلامة في الحبد الله على السلامة على نارين أول شيء وثاني الشيء أنه وعدت كمان متابعينها أنه سيكون في فيديوهات كثير كثير حلوة ومنتبة من موسم الرياض فأكيد أننا سنعرف شو عم بيثين من موسم الرياض أشياء كثير كثير حلوة موجودة هناك سنستكشبها عن طريق قناة نارين بيوتي من خلال فيديوهاتها فنارين بيوتي حالياً من موسم الرياض وموجود معها صديقين كثير كثير مقربين لإلها أو ثلاث أصدقاء كثير مقربين لإلها مو بلوكس لانا أخت مو بلوكس وكمان أحمد النشي أما ثاني صورة فكانت من ميمي أو بصوارها كانت شوي قديمة يعني مجديدة الصورة أو ممصورتها من جديد كانت بخلال لما كانت تعمل الحمرة الجديدة تبعها يعني ما بيعرك أنه كنت حكيت عن الحمرة تبعها بفيديو من فيديوهاتي بس بعيد وكرر أنه ميمي عملت حفرة خاصة بيها مع ماركة اتتوت هاوس للمكيج فشاركت هذه الصورة اعتقد من المخبر هيك بيقوله ما باعث فيقوله بس من المكان يبي يعمل فيه الألوان وكتشي أما ثالث بوست كان عبارة عن فيديو من الأختان روان ورايان وحضروا لفيديو كليب جديد حيكون هالمرة عن المملكة السعودية فيديو كتير رائع موسيقى طبعا كتير كتير رائعة والأصوات طبعا كتير كتير رائعة فراح ينزل قريما هذا الفيديو فنزلوا هذا الفيديو وسألوا متابعينهم عن شو حيكون الفيديو كان يبين من الفيديو أنه حيكون على المملكة العربية السعودية أما الصورة الأخيرة فكانت من نورستارس فنورستارس قابلت غالي في مرة ثانية ولي ما معنى غالي في كتير حكيت عنه من قبل فيديو من قبل لما كان اللقاء بينه وبين كان نقاط بينه وبين نورستارس فحكيت عنه لما صولت مع نورستارس والشو تابعوه أو البرنامج تابعوه اللي كان عبارة عن طرح عليها عبارة عن اسئلة البرنامج كان لايف على صفحة الفيسبوك فقاري فيه هو من أحد المشاهير ومعرفين كتير معروف كتير على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي فشاركت نورستارس صورتين أولا كان الصورة عادية والثانية كانت صورة السيلفي فهيك كانت بداية رحلة نورستارس كانت من O N X B وهنلأ مع غالي فيه وفيه مفاجآت ثانية حكيت عن نورستارس من خلال بورستديس عملته من قبل أو نشرته من قبل اللي وعدت فيه متمينه وحكيت فيه على أنه هيكون عدة مفاجآت ومغامرات برحلتها لدو فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أحبب إلكم قبل نهاية الفيديو أحبب إلكم شكراً كتير كتير مبارحة كان مرور سنة كاملة بقناة كوك تيفي على اليوتيوب فأول فيديو كان من القناة أو نزلتها من القناة كان من قبل سنة لهلا فشكراً كتير كتير في واحدة قتبت لي بالتعليقات أنه صرت سنة موجود على اليوتيوب فأحبب أتشكرك على أنه انتبهت لهذا الشي فشكراً كتير لإلك وشكماً أحب أقول لكم شكراً شكراً لكل شخص كان معي في هاي المسيعة ومسيتي على اليوتيوب وصلت لأرقام ما كنت بتخيل أنه يجي يوم أني أحوصل له الحمد لله في ناس حبتني على ما بعرف ليس في ناس أحبتني فأحابب أتشكركم وفي ناس بتحط عليقات سنبية بعدين بترجع تقول لي أسفين أو أسفين لأنه ما كنام نعرفك هيك وما كنام فشكراً كتير لأي شخص صاندني وشجعني فأنت بفضلك أنا موجود هون بهالمكان بهالعالم صح أنه عدد شوي أليم بس ما كنت متوقع أنه يجي يوم بحققه القناة عم تزيد الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله نكبر كتير 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 وتصير القناة مشهورة كتير ومعروفة فشكراً لأيكم على المتابعة بشوفكم في فيديو جاي بحلقة جاية باي 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 مهلاً خبر جديد؟ هل أنت مستعد لاستقبار كم من هائل من أخبار اليوتيوب برس؟ أهم الأعمال التي يقومون بها أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب من تقديم صاحب القناة إياد كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تيفي